ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس وبدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المرافق للمرسوم رقم 69 لسنة 2023 والتي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الخدمات الجوية على النحو الذي يخدم مصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية في البلدين الصديقين من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدمات متنوعة للجمهور مما يسهم في خلق فرص استثمارية وتجارية للناقلة الوطنية من جانب وربط مطار البحرين بالمطارات العالمية والارتقاء بدوره على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانب آخر حيث تعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات التنائية النموذجية التي تبرمها مملكة البحرين مع الدول المجاورة والصديقة وبعد طرح عدد من أعضاء المجلس مداخلاتهم حول المشروع بقانون قارر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون وذلك نداء بالاسم بصفة مستعجلة وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم نقشنا اليوم اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي المرافقة للمرسوم رقم 69 لسنة 2023 وبعد النقاش وإضاح كثير من الاستفسارات من سعادة العضاء الحمد لله تمت الموافقة بالإجماع ترجمة نانسي قنقر